اختتم اتحاد غرف التجارة العربية بالقاهرة اجتماعاته التي استمرت لمدة يومين بحضور نشط من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتأكيد على أهمية التعاون العربي الأجنبي لمواجهة كافة التحديات التي تعترض نمو التجارة البينية في عصر الرقمنة والتكنولوجيا ومن المقرر أن تحتضن المملكة الاجتماع القادم لاتحاد الغرف العربية في الربع الأخير من هذا العام وسط أمال كبيرة بتحقيق الرؤى المرجوة لزيادة التجارة البينية والتعاون التجاري بين الدول العربية بمقر اتحاد الغرف التجارية المصرية بالقاهرة اختتم اتحاد الغرف العربية اجتماعاته في دورتها المئة والثانية والثلاثين والتي دامت يومين بمشاركة فاعلة من وفد مملكة البحرين الذي ترأسه السيد سمير ناس رئيس غرفة التجارة والصناعة ومعه نائبه الأول خالد محمد نجيبي ونائب الأمين المالي للغرفة وليد كانو وقام الدكتور خالد حنفي الأمين العام للاتحاد بعرض مستجدات الاقتصاد العالمي وأهمية تكاتف الدول العربية لمواجهة التحول الهيكلي للأنظمة الاقتصادية من رقمنة وتكنولوجيا بدأ يبقى فيه اهتمام كبير في دول من دولنا العربية وزي ما بقول هي دول غير متجنسة كلها لكن هناك دول بدأت تاخد بأسباب الثورة الصناعية والمؤسسات والمنظمات والشركات جواها بدأت تتعامل بما يطلق عليه الـ Adaptive Intelligence أو الزكاء التكييفي بحيث أن هي تزبط قراراتها وخطاتها بشكل متوافق مع منظومة الزكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومعطيات الثورة الصناعية الرابعة وأكد الحاضرون في اجتماع اتحاد الغرف العربية على أهمية العمل من أجل مواكبة عصر الرقمنة للمساعدة في خلق فرص العمل وأشادوا بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في العمل من أجل تنشيط التجارة البينية العربية وبالتنظيم المأمول من المملكة في الدورة القادمة هذه الاجتماعات مهمة جدا ورأسها ستنتقل للمملكة البحرين وحيكون هناك متابعة مستمرة لجميع ما تخدم القرارات طبعا القرارات كانت موجودة تحديات موجودة وتم أيضا طلعنا إشراك عدد كبير من الدول التي تتعاون مع الدول العربية فبالتالي كل هذه المواضيع سوف تعرض إن شاء الله في الاجتماع القادم وأكد وفد المملكة أن البحرين تعتبر ثانية أعلى دولة خليجية في الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية وشدد على أهمية هذا الاجتماع ودور غرفة تجارة وصناعة البحرين لإنجاحه وكذلك الدورة القادمة المئة والثالثة والثلاثين التي ستعقد في البحرين البحرين هي تعتبر الدولة الثانية من ناحية الإنفاق في الحماية المجتمعية وهذا شيء يعتبر خطوة ممتازة من قبل البحرين وطبعاً فضل كبير للقيادة الرشيدة والحكومة الاهتمام بهذا الجانب من ناحية الكورونا كان لها تدعيات سلبية شهدها العالم فقد حوالي 6 ملايين وظيفة في الوطن العربي وهذا كان رقم مخيف لحد كبير ولكن في سنة 2021 صار في تعافي كبير وصار في تركيز لتوظيف حوالي ما يعادل تقريباً 97 مليون وظيفة في الاقتصاد الرقمي وهذه فرصة للبحرين وكذلك فرصة للدول العربية جميعاً لاستفادة من التركيز على هذا الجانب المهم اللي هو الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي هذا وقد تخلل نشاط غرفة تجارة وصناعة المملكة بالقاهرة لقاء مهم بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية والاجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد جلال وغيره من المسؤولين عن الصحيفة وتبادل الرؤى حول التعاون المستقبلي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسة أخبار اليوم المصرية في إطار العلاقات الطيبة بين المملكة ومصر شكري عبد الحميد تلفزيون مملكة البحرين القاهرة